اشتركوا في القناة كل أندية الدور الممتاز بلا استثناء تقريبا فيهم لعيبة من أبناء النادي الأهلي بما فيهم كل الأندية بلا استثناء تقريبا لكن دايما وأبدا باش مهندس احنا في احتراف ولا مش في احتراف لا هي الموضوع مش كده ما الناس عارف دي بكبرى لأن الناس يعني طب أقولك حاجة ما بيتكلموش عن لعيبة اللي بتنتقل إلى أندية تانية ليه لأن ما بيكسبوش بطولات واللعيبة دي جات لك وما خدتش بطولات ما كانش حد عيعلق لكن الناس تنتظر أن يجي لك اه اتنين تلاتة لعيبة ينصهروا مع النظام اه عشرين خمس عشرين لاعب في النادي الأهلي ومع سسم ومعه 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 يكسبوا بطولات يقولك دي طب وفرت حتى أن أنا خدت لعيبة كويسة عرفت أوظفها عرفت أطورها عرفت أخذ بيها بطولات هو الأخر من اللي كسب أضفت لهم كتير وأضفوا لي وأضفنا للمنتخب سوا هم الفكرة مش بتكلموا بناحية موضوعية مش لقين حاجة يقللوا بيها من إنجازك طيب قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نشوف الكابتن متحد شلبي وهي أعلق على مباراة الأهل والزمالك في كاس السوبر في أونسبورت دخل أهو مش باينة والله ما باينة معلش ضربة حرة وادي مانويل جوزي المشتاق دائما فكرني كده بعبد المشتاق ده اتهام لمنويل جوزي بر السياق بر سياق الفقرة لكن احنا منويل جوزي جزء من تاريخ الكرة في النادي الأهلي منويل جوزي أضاف للنادي الأهلي كتير جدا والنادي الأهلي أضاف له كتير قوي قوي فبالتالي أي مساس في فترة منويل جوزي مع النادي الأهلي هو طعن في قيمة البطولات اللي حققها النادي الأهلي كلم على منويل تجربته في السعودية تجربته في إيران تجربته في البرتغال ما شئت لكن ما يخص علاقته بالنادي الأهلي وبطولاته مع النادي الأهلي وما أضافوا للنادي الأهلي وما اكتسبوا في النادي الأهلي يبقى هذا جزء من المكون الكبير يا باشموندس لنجاح النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي هو كان ندعو من قناته مضبط انا هسألك سؤال بصرف النظر مسألة انه فلان مشتاء امم ايه لعيب في كده امم انا مشتاء اهل عبد الارجة اقول في النادي الاحلي مثلا لعيب كورا عبده مشتاء يعني ما فيهش مشكلة هو علاقته بالنادي الاهلي خلاص هو في مصر اهم فطرة في حياته وارتبط باحسن علاقته واهم نجاحات في حياته صحيح وحب البلد وحب النادي الاهلي وارتبط بجمهوره له بعض الامور اللي الناس بتختلف عليه فيها التصرفات والصدمات والحاجات دي لكن زي ما انت قلت فيه كده هو مشتاء مر النادي الاهلي ومين مش مشتاء مر النادي الاهلي هيدوكوتي مات وهو مشتاء يرجع الاهلي مصر هيدوكوتي سافر وجاب كالوتشاي عشان يحجز له السنة دي ويرجع النادي الاهلي تاني ولو ان جات له شيء في الزاكرة هنكمل مع النادي الاهلي وفيسا لغاية دلوقتي مازال يذكر بمدتال اعتزاز فطرته في النادي الاهلي اي حد اشتغل في الاهلي بيرتاح استاذ ابراهيم وحقا نجاح مفيش حد دخل النادي الاهلي مكسبش بطوله توني اوليفيرا البرتغادي من سنتين وشغال في السعودية جي مخصوص من السعودية للقائرة يعني مسألة الاشتياق ما تقفش قدامه كتير ما تقللش من منول جزيوة والراجل كان موجود ضيف على قناة ابو ظابر طيب كابتن متحة شالبي اتحدث مع كابتن محمد عبدالله وريضا شحاتة في اونسبورت عن القضية دي موسيقى طيب قولي يا كابتن عبدالله النجوم اللي مشوا من عندكوا يعني وانت في الاسماعيل يعني النهاردة الفرقة اللي لعبت دي فرقة كلها مشتنا كابتن احمد الناحاس راح الاهل واسلام الشاطر راح الاهل محمد عبدالله راح الاهل وسيد معوض راح الاهل واحمد فتحي راح الاهل ومحمد براكات راح الاهل ده لسه والبكاة تأتي فعلا مدعي يعني عبد النادي الاسماعيلي كان ليهم بصمة مع نادي الاهلي في الفترة الاخيرة بس عايز اقول بقى ملحوظة لكابتن ريد الاسماء اللي انا قلتها دي كلها ولا واحد فيهم من ابناء المحافظة يعني تعالى نقولهم تاني ولا واحد المدى الناحاس منين الصعيد الصعيد براكات اسلام الشاطر اسكندري محمد عبدالله سيد معوض احمد فتحي كاهرة ماذا خلاص يعني ولا انا بريح الاسماء اللي وين احنا في مجال الكورة ما بيعش في حاجة اسمها ابن النادي بس الجمهور احيانا بيحب بس يقولك ان كل بطولاته كابتن حسين وكابتن يبريم راحوا نادي زمالك كذبه مع نادي زمالك بطولات ما تجي الكلام النادي اسماعيلي في التوقيت ده كان عنده مجموعة قوية جدا مساعدت النادي باهلي في ايه تاني ان انت بتتكلم في ست لعيبة او سبع لعيبة بيلعبه في نادي اسماعيلي تلاتة اربع سنين رحوا لنادي الاهلي سبع سنين شلوه انت حافظ شلوه انت حافظ شلوه انت حافظ ولذلك حتى لما تبص يا كابتن ريدا على شو زي مع كل احترام طب انا بحبه زي زي الناس يعني لكن بعد ما ساب الاهلي عمل ايه يعني الحقيقة باشموندس كابتن متحد شلبي هو سرعان ما يعني لاحظها وقاله كل دول اللي راحوا الاهلي مبدئيا مش من ابناء الاسماعيلية من اندية اخرى بس محدش كمان بيذكر انه ريدا سيكا جي من الاسماعيلية للزمالك ومشي بعد ماتش الستة واحد الشهير ومحمد عبدالله لعب في الزمالك واسلام الشاطر لعب في الزمالك وهاني سعيد ابن الاهلي والاسماعيلي لما ميش من الاسماعيل جيت زمالك واحمد علي المهاجم ايضا راح الزمالك يعني كل دول بتاع متخب الناشئين والقلوم بالاصمر ده اسمه حاجة صالح يعني كل دول انتقلوا ايضا من الاسماعيل ربما لم يصادفهم النجاح السامة محمود صالح موس ودلوقتي كمان شوق السعيد ودلوقتي شوق السعيد يعني عايز اقول ايه نفس العدد لكنه النجاح بيختلف فمحدش بيحس بحجم التأثير وهو يعني طبعا كابتن متحطة دارك وقال زمال اسماعيل بيلمم كل محافظات الاهلي والزمالك وكل الاندية مش مسألة خاصة بالاهلي لكن كمان مش معقولة كل لعيب لعب في نادي وسابه اجيبه بعد عشر سنين يقولك ده بتاع كذا عشر سنين كابتن احمد حسن عشر سنين كابتن بركات خمس ست سنين في الاسماعيل وقابليها باربع سنين انا بحاول اجيبه بالسكة الحديد ورح السعودية رح لأهل جده رح لعرب القطري ثالث رابع يد صحيح يعني مش معقولة كابتن احمد فاتح خلاص مشي ورح انجلترا جبناه من انجلترا ونفس كابتن محمد عبدالله كابتن محمد انت جيت ليه جيت ليه قيمة النادي عشان تاخد معها بطولات وهو بيقول السبعة دول ميجوا مع بعض لازم ياخدوا بطولات مكانوا مع بعض السبعة دول ميجوش مع بعض اولا ميجوش لكن هم مش كانوا مع بعض مثلا في الاسماعيل اللي بيضيف ايه طبعا اسماعيلي بالتأكيد بيضيف الزخم والكورة والعشق والجمهور والدفع وليه بصمته وليه بصمته وبياخد برضو بطولات بس قالت ان انت كابتن محمد عبدالله جيه سنة ولا سنة وحتة خات كان بطولة مع النادي الاهلي شمهندس احمد عادل الباك اليمين اللي الاهلي جابوا من الولمبيت مش كده مقابلني هنا من كم يوم برضو قالك اسبوع اللي فات فاكر لما انت سألت انت لعبت في الاهلي قد ايه قالك سنة ونص خات خمس بطولات خمس بطولات كابتن طريق السعيد خمس بطولات كابتن صديق خمس بطولات ووساء لاتنين صحيح شاركوا في كاس العالم تالت العالم شاركوا في الفرقة بتاع التالت اه واحمد صديق راحل اسماعيل لا ما انا هقولك اللي راحل اسماعيل من اسماعيل يجي تلاتين لعيد خلينا اقولك يعني ودي منطقية طيب في صفة الفين واربعة اللي راحل اللي جي للنادي الاهلي من اللي سبق ان هم لعبوا في الاسماعيل لانه لما قول محمد بركات واسلام الشاطر وعماد النحاس محمد بركات الاهلي جابوا من العرب القطري وكان الزمالك يعني اهلا واحد جي من اسماعيلي على فكرة بالضبط اسلام الشاطر الزمالك اشترام من اسماعيلي باعوا او اعاروا للتحاد جدة واللعب استخدم بندف عقده كشرط جزائي وفسخ وجي النادي الاهلي ايه عماد النحاس الاسماعيلي باعوا للنصر السعودي راح مع كابتن محسن صالح ساعتها وكابتن محسن مشي فالنصر عرضوا للبيع رجع الاسماعيلي عماد فضل مستنى عشان يحسنوا امره رفضوه فجي النادي الاهلي صف الفين وخمسة السنة اللي بعدها جي محمد عبدالله بعد الصراع بين الاهل والزمالك اعتقد الناس فاكراه لا هو جيل محمد عبدالله انا رحت انا وكابت الخطيب روحنا اه انا وكابت الخطيب اه اه وروحنا ودفعنا مليون جنيه اه اه كان بقيله فطرة فعاده وخده العيب عليه اه واخد بالك اه مش فاكر انا عازل اتكر الاسم مين فالاسماعيلي دائما اه لا احمد صديق ده في صفقة شريف عفضيل اه اه سبعة مليون جنيه واحمد صديق اه ولعم عام كل المطشاط اه يعني 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 عايز اقول اه دائما العلاقة بين الاهل واسماعيلي فيها منفعة متبادلة مادية ولعيبة اه محدش بيقول الاسماعيلي خد كم مليون في بيع التربع لعيبة دول مفيش حاجة مخطف يعني مفيش حد اه اه اتخذ عنوة ده كله اللي مباشرة من اسماعيلي لا كان بتدفع الارقام اللي بيطلبها النادي اسماعيلي ليه؟ لان مدركين ان اسماعيلي عايز فلوس وعايز برضه قدام جماهيره يطلع ان هو صاحب الصفقة الكاسبان فيه تمام في 2007 جي احمد فتح للاهل من شيفلد يونايتد الانجليزي والسنة اللي بعدها في 2008 جي سيد معاوض من ترابزون التركي وجي احمد حسن من اندرلاخت البلجيكي بعد ما كان عنده تجربة طويلة قوي في تركيا يعني مفيش سنة لا نقول بعيبة دي خرجت خلاصة اه مفيش سنة مات متاحة في السوق بالضبط يعني الاهل والاسماعيلي اكتر اندية بينهم تداول اللاعبين لانه زي ما بقولتلكم الاهل قطته جمل الناس بصل اي لعب يجي للنادي الاهلي من الاسماعيلي بهذه النظرة اللي كلها حقد تقريبا يعني انت حد جيه ونجح بقت فيه مشكلة لا هي هي اللي لا يوفق لا يذكر هي مش كده زي ما بقولك يا اساس ابراهيم عشان الاهلي بيجيب بطولات فلازم يتقال ان مش بمجودة ازاي التملعبة دي كتبرة ما جابتش البطولات دي خلينا اقولك 38 لعب في 20 سنة مدام انت من هوات الاحصائيات من الاهلي من الاهلي الاسماعيلي يعني لعبه في الاهلي ثم انتقل الاسماعيلي 38 لعب في 20 سنة البداية من منتصف التسعينات مش هنتكلم على قبل كده قبل كده في محمود جابر وفي حتى كابتن هاني مصطفى شفاه الله وعفاه شارك مع الاسماعيلي حمود جابر والد عمر وابو عمر والكابتن هاني مصطفى شارك مع الاسماعيلي في بطولة افراقها لا كابتن هاني والكابتن طهر لما طلبهم الله الرحمن وعثمان بيه طبعا وبعد كده لعب اسامة عباس ولعب محمد حشيش لكن هنقول في بداية في منتصف التسعينات تحرك اهلاوي الى الاسماعيلية من احمد سام الزاهير الايسر احمد رجب الزاهير الايمن محمد شرف احمد سراج سامي امصان مجد طلبة صفقة انتقال حر المجد طلبة والاهلي في نفس السنة جاب خالد بيبو اسماعيلي خد روبرت اكوري من المقولين اللعب ده توفى السنة اللي فاتت بالمناسبة الالفية الجديدة شاهدت صفقات شديدة بقى بين الاهل والاسماعيلي الاهل تعاقد مع عمد النحاس من النصر السعودي محمد بركات من العرب القطري اسلام الشاطر من الزمالك ثم احمد فتح من شيفلد يونايتد الانجليزي وسيد معوض من ترابزون سبورت تركي ومحمد عبدالله والشريف عفضيل واحمد خيري ومسعد عوض من الاسماعيلي بطريقة التفاوض المباشر ده شراء الاسماعيلي رد بقى بالتعاقد مع 18 لاعب من الاهل هاني سعيد احمد سامير فرج محمد فضل ابراهيم سعيد احمد صديق عصام الحضري شادي محمد جودة كابتن محمد جودة 13 لاعب بعد كده من الاسماعيلي في الاهل قلتهم لك انا كلهم نكمل على قيمة الاهل اللي راحت الاسماعيلي احمد سامي واحمد رجب ابراهيم سعيد شادي محمد فضل محمد عبدالرب وفليكس احمد سامير فرج رامي عدل عبدالهادي محمد جودة عصام الحضري محمد ابراهيم حجازي احمد صلاح حسني احمد ابو مسلم احمد صدي احمد العش محمود شيكو عفروتو امير سعيد الجزائري طبعا فيه لعبة افارقة يعني جون انطوي يكون في الاسماعيلي فيسافر يتباع في السعودية لا يجيبه روبرت اكوري ايضا الكريم بامبو كريم بامبو مؤخرا المغرب عبدالسلام بن جلون الاهل اتعاقد معه ومجاش دي حركة التنقلات اللي بين الاهلي والاسماعيلي يعني اذا كنت بتتكلم فيه هذا العدد من الاسماعيلي للاهلي فانت عندك ثمانية وثلاثين لعب في عشرين سنة ممن لعبوا في النادي الاهلي سواء ابناء النشئين احنا مش عايزين بص فيه كذا قضية احنا بنقول الكلام ده عشان هتتكرر كل ما تيجي تكسب هتسمع قضية دي قضية نادي القرن قضية بتكسب بالتحكيم وكل ده هنيجي في معاده ونقول الحقائق اللي فيه عشان نسمع يعني نقفل الملفات دي لان طول ما احنا سكتين كرة التلجي بتكبر وتتحول الى شيء اكنه الحقيقة وتهمر كل هذه الاسماع وهي العملية كل ما يلاقوا ان العلاقة بين الاهل والاسماعيلي بتتحسن يروحوا فتحين هذي الملفات ولا حد بيقول اللعبة دي انتقلت ازاي ولا قيمة الصفقات دي ايه ولا الطرفين استفادوا ايه ما انا بقول لك شريف عبد فضيل سبعة مليون ونص واحمد صديق ولعب جميع المتشاط معهم واحمد سامير فارج ده بالعكس يمكن الملاحظ على ابناء الاهل اللي راحوا الاسماعيلي كتير منهم من ابناء الاهل اللي كانشئين اه طبعا ولعب دولين محمد جودة محمد فضل هاني سعيد احمد سامير فارج واحمد سامي وحشيش واحمد سامي وابراهيم سعيد وبعد كده حتى كباتن الاهلي يعني كباتن الاهلي وميدوا واحمد صلح حسني يعني عايز اقولك حاجة اللعيبة دي مش كسبة مطلق مع الاهلي اتنين كباتن الاهلي عصام الحضر وشيد محمد اتنين كباتن الاهلي ايه يعني مهم